60 كم من جنوب المينيا هيتم إنشاء أكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنوياً نغير إنه هو هيوفر 200 ألف فرصة عمل المشروع بتاع مصنع قليل السكر إن شاء الله هيبقى أكبر مصنع إنتاج للسكر اللي بيض من البجر في العالم ساعة الاستيبال بتاعتنا في الطاقة القصوى هتوصل ل36 ألف طن بنجر في اليوم وإن شاء الله المستهدف إنه إحنا وصلت من 900 إلى 950 ألف طن سكر أبيض في السنة بإذن الله المصنع ده بيحتوي على أكبر صومع في العالم لتخزين السكر ده غير اعتمادهم على أعلى وأكفئ الماكينات والمعدات سواء في الصناعة أو التعبئة هي أكبر صومع التخزين لسكر الأبيض في العالم الحجم بتاعها حوالي 416 ألف طن سكر أبيض نصهم فوق الأرض ونص التانية تحت الأرض الجديد فيها إنها شكلها من فوق الأرض شكل دائري أو قبة بقطر 124 متر وتحت الأرض بشكل مخلوطي مخلوط من الخرصانة وعلى عمق 69 متر قصة مصنع السكر لسه ما كملتش بيكملها هو الشق الزراعي وهو فصل مهم وأساسي فيها لأن المشروع ده أساساً مكتمل من الناحية الصناعية وكمان الناحية الزراعية فدلوقتي أخد حضراتكم وننتقل ليه مزارع بنجر السكر اللي من الأساس بيقوم عليها أو بتقوم مصنع السكر التوسع في إنتاج البنجر هو عام الرئيسي لتغذية مصنع السكر وعلشان كده اتجهت محافظة المينيا مؤخرة لزيادة مساحة زراعته اللي وصلت لـ 57 ألف فدان لعام 19-20 مقابل 32 ألف فدان في العام السابق يقدر حجم إنتاج المزارع عند اكتمال المشروع بقرابة الـ 2.4 مليون من بنجر السكر وده هيحقق قرابة الـ 45% من احتياجات المصنع من بنجر السكر والذي تقدر احتياجاته بـ 5 و 4 من 10 مليون طن سنوياً لكل موسم استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة المشروعات اللي بتستهدف الصناعة الغذائية وإقامة المناطق الليجستية بالإضافة إلى تنمية تلك المناطق عمرانياً للتهيئة بيئة متكملة ومستدامة متوفقة مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 20-30 مها صابري كلمة أخيرة قناة أون دايماً بنقول إن الصناعة أو الاقتصاد الحقيقي هو ده أساس اقتصاد هذا البلد وإن إحنا دايماً بنطالب بالتوسع في الصناعة والاهتمام بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين والحقيقة إنه دايماً لما بنشوف استثمار أجنبي أو عربي يعني أجنبي يعني غير مصري قادم إلى مصر بنبقى سعداء بيه بنهتم بيه ولازم نلقي عليه ضوء هذا المصنع الذي يقوم بشراكة مصرية إماراتية بين استثمار مصري واستثمار إماراتي الحقيقة إنه هو يعني بيقدم لنا أكبر مصنع في العالم لتصنيع السكر وإنتاج السكر نحن نحتاج لهذا المصنع ببساطة لأنه حجم استهلاكنا تقريباً 3.2 من 10 طن حجم إنتاجنا 2.4 مليون طن 3.2 من 10 مليون طن و2.4 مليون طن يعني إحنا محتاجين إن إحنا نسد هذه الفجوة هذا المصنع سيقوم بإنتاج حوالي 950 ألف طن في السنة وبالتالي ممكن إن إحنا نسد هذه الفجوة وربما يتوسع أيضاً لنقوم بالاستثمار الصناعة، الصناعة، الصناعة ده موضوع مهم جداً عشان كده إحنا بنستضيف النهار دا الأستاذ إسلام سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر ورئيس لجنة سوق السكر وتداول أسعاره في مصر أهلا بك أهلا بحضرت خليني الأول أقول أن هذا الاستثمار هو 37% لمجموعة جمال الغرير 30% الأهلي كابتل القابدة والذراع الاستثماري للبنك الأهلي و33% موربن أنرجي ليمتد وهو صندوق إماراتي أيضاً أهلا بك أهلا بحضرت أهمية هذا المصنع هو إيه الاستثمار دا؟ يعني أنتو عندكو مزارع وعندكو أيضاً صناعة اشرح لي أهلا بك إحنا لما بدأنا نفكر في المشروع دا كان طبعاً فيه تحدي بتوجه صناعة السكر بشكل عام في مصر وخاصة صناعة السكر من البنجر وهو تدبير احتياجاتها من البنجر والبنجر محصول بيتزرع في الشتاء وبتنفسه محاصيل أخرى مهمة زي الأمحة فكان علشان نقدر أن احنا نعمل المصنع بالحجم دا نضمن على الأقل 40-45% من المدخلات اللي هو البنجر السكر من مزرع إحنا نقمها دا طبعاً لضمان الاستمرارية وضمان الجودة والسعر الحاجة التانية اللي احنا طبعاً شفناها أنه الزراعة الحديثة حتى لو في الصحراء بتدي انتاجية للفدان أعلى بكتير جداً من الزراعة اللي في الدلتة أو في الوادي بتصل إلى الضعف المتوسط انتاج مصر من البنجر للفدان حوالي 18 طن في الصحراء بيطلع 40-45 طن وبالتالي دا بيدي عائد ممتاز جداً لوحدة المياه لوحدة الاستثمار لضمان الاستمرارية المصنع بشكل جيد باقي الكمية بيتم تدبرها عن طريق المزارع الصغير اللي موجود في الوادي وده طبعاً بيساهم في أنه المزارع دا يبقى عنده محصول تعاقدي يعني قبل ما بيزرعه هو بياخد البزرة من الشركة بياخد إلشاد من الشركة عارف هيبيعه بكام ويستلم فلوسه إمتى وده طبعاً جزء مهم جداً أن الفلاحي بقادر أنه هو يسوى المحصول بتاعه مصر طبعاً عندها عجز كبير في السكر وفي كل السلعة الاستراتيجية الأمح والضراء والزيوت النباتية حجم الفاتورة بيوصل في السنة لعشرة مليار دولار ده رقم كبير جداً وبينمو مع زيادة السكانية وبالتالي هذا المصنع بإنتاجه 950 ألف طن في السنة حيوفر قد إيه في هذه الفاتورة؟ المصنع كإنتاج للسكر فقط حيوفر 450 مليون دولار ده في السنة باقي المنتجات الزراعية لأنه دايماً في عملية الاستصلاح لازم تكون فيه اختيار واعي للمحاصيل وبالتالي المحاصيل اللي بيتم إنتاجها أمح، دورة، أعلاف، عباد شمس، بقوليات حجم المبيعات أو قيمة المنتج ده تساوي في السنة الواحدة مليار دولار عند اكتمال المشروع إن شاء الله في خلال سنتين هتفتحوا المصنع إمتى؟ المصنع إن شاء الله هنفتتحوا التجارب والتشغيل هتبدأ في إبريل إن شاء الله علشان يوصل للفول كباسيتي بتاعته لأول سنة في مايو ويستمر حتى يوليو أغسطس والسنة الجاية إن شاء الله نوصل للفول كباسيتي اللي هي توصل لـ 950 ألف طن مجموعة جمال الغرير يعني إحنا كلنا نعرف أو يعني اللي عاشوا في الإمارات أو اللي عارفوا في الإمارات عارفين مجموعة الغرير عموما لكن مجموعة جمال الغرير هي مجموعة من العشقاء طبعا عائلة الغرير طبعا عائلة كبيرة وفي مجالات متنوعة الأستاذ جمال الغرير تحديدا هو بيعمل في مجال السكر منذ فترة طويلة ويمتلك ويدير شركة الخليج للسكر في دبي ودي أكبر مصفاه لتكرير السكر الخيم طبعا دولة الإمارات ما فيهاش زراعة لكن بتقوم باستيراد السكر الخيم وتكريره بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن في السنة وده أكبر مصنع في العالم وبالتالي مجموعة متخصصة يعني فيه قصة السكر حجم استثماراتكو في مصر ايه؟ المشروع ده استثماره مليار دولار على كم سنوات؟ بالكامل تنفيذ المشروع على أربع سنوات بالأساس هم ستة لكن الحمد لله إحنا عرفنا نختصرهم إلى أربع سنوات المصنع اللي حارك شوفتي صوره دلوقتي ده ده عادة بيتم تنفيذه من 3 إلى 4 سنوات إن شاء الله إحنا نجحنا إن إحنا نخليه في خلال سنتين فقط إن إحنا نقدر ننشئه وبتكنولوجيا الحياة متقدمة جداً بتوفر في الطاقة وبتقلل تكلفة الاستثمار لوحدة الإنتاج يعني لما هنيجي نقيس تكلفة المصنع ده ليتصل لـ 400 مليون دولار هنجد إن هي للحجم الإنتاج بتاعه طن السكر هتلاقيها بتقارب نصف المصانع الأخرى التي أقيمت مؤخراً في مصر عدد حجم العمالة قدي؟ حجم العمالة في المصنع وفي الزراعة بيصل إلى ألفين ولكن الأهم هو زراعة التعقدية اللي بتتم مع المزارعين واللي بيوصل لـ 45 ألف مزارع في السنة التمويل عاملينه إزاي يعني واخذين قروض ولا عاملينه؟ مزبوط إحنا طبعاً المشاريع بالحجم ده بتتطلب طبعاً أنه يكون فيه equity capital مساهمات من المساهمين وقروض البالانس حوالي 30% من المساهمين وتم سدادهم بالكامل وده على غير المعتاد في المشاريع الزيدي و70% بيتم من خلال قروض بتدبر داخلياً وخارجياً بالنسبة بقى للمواطن ماذا يعني ذلك؟ يعني هل ده هيأثر على سعر السكر؟ الناس بتشوف في الصناعة دي فمش فهمها؟ طب أنا ده هيأثر علي أنا إزاي؟ صحيح ده سؤال مهم جداً الإجابة عليه ببساطة شديدة إحنا بنجد دايماً أن مصر بتتعرض لتقلبات في الأسعار وده لأن عندنا عجز كبير فأي تقلبات تحصل في الأسعار العالمية بشكل مباشر بيصل الأثر بتاعها للسوق المحلي أول علاج لتقلبات الأسعار إن سلسلة الإمداد ما يحصلش فيها أي انقطاع النهاردة إحنا بنشوف دول منتجة لسلع مهمة زي الأمح مثلاً بنجد إن روسيا النهاردة حطت ضريبة على التصدير الأرجنتين كانت بتعمل ده وما زالت بتعمل ده في الصوية السلعة إنها تكون موجودة وتنتج هنا وبتستهلك هنا ده هو أول حل لمشكلة تقلبات الأسعار لازم في الآخر يكون فيه توازن بين تكلفة الإنتاج وبين السعر النهائي وإلا المصنع ممكن إنه هو ما يكسب شو ده حصل طبعاً ومشكلة وجهة صناعة السكر خلال السنة الماضية كانت الإنتاج بتاعها بيباع بأقل من التكلفة دلوقتي حصل ريكوفري المستهلك أعتقد إنه ما حسش بيه بشكل كبير الدولة بتتدخل بشكل مباشر وغير مباشر لما بيكون فيه ارتفاع شديد وغير مبرر للأسعار لما بنقدر إنه إحنا ننتج بشكل فيه كفاءة وتقليل المصرفات والإنفاق اللي بيتم على عملية الصنعة نفسها ده بيمكننا إنه إحنا نكون منافسين في السعر فيه نقطة برضو مهمة عايز أقولها لحضرتك إنه إحنا عندنا دول مجاورة بتستورد في السنة أكتر من مليون طن وفي أوقات إحنا بيكون عندنا مخزون كبير فعملية إدارة المخزون برضو نقطة مهمة جدا إنه أنا مش بالضرورة أن أنا أفضل واخد الإنتاج بتاعي وماشي به طول السنة لأ أنا ممكن أصدر جزء منه لما يكون عندي إنتاج كبير لأنه أنا سلع الزراعية إنتاجها بيتم في فترة الموسم فقط اللي هي من خمس لستة شهور ويمكن الإحلال بعد كده عن طريق استيراد السكر الخام بسعر أقل فدايما السلع دي الحركة بتاعتها في الأسعار يومية فما ينفعش إن إحنا نبص لها بالنظرة وقفة فإنتوا ممكن تكونوا بتفكروا أيضا في إنه قد نصدر في وقت من الأوقات لكن إحنا مثلا عندنا وزيرة التجارة أصدرت في ديسمبر الماضي قرار بعدم أسامح باستيراد السكر الخام لمدة تلتة شهر القرار دا لسه مكمل يعني يقرب يقرب ينتهي هل تتوقع ولا أنت جديد شايف إنه لابد من تجديد القرار ولا شايف إنه لأ خلاص أنا شايف إن إحنا طبعا دلوقتي بداخلين في الإنتاج الجديد خلاص الإنتاج من القصب بدأ ومن البنجر إيه الفرق بين الإنتاج من القصب والبنجر كمنتج نهائي الحقيقة ما فيش فرق يعني المستهلك ممكن ما يحسش بالفرق خالص الفرق طبعا إنه البنجر كمحصول بيقعد في الأرض ست شهور من ست لسبع شهور بيستهلك مية أقل بكتير جدا من القصب قصب يقعد 12 شهر بيستهلك تقريبا ثلاث أضعاف كمية المية وده يعني بالتأكيد متوافق مع الرؤية الاستراتيجية لمصر النهاردة إزاي إن إحنا نقدر نوفر المية ونطلع منها أعلى قيمة وأعلى منتج اللي عايز أقول له حضرتك إنه التجربة اللي إحنا مرنا بيها في عملية الاستصلاح وده جزء اللي هي تجزء من المشروع عملية الاستصلاح هي جزء أساسي اللي إحنا بنكتشفه الحقيقة إنه فيه خيرات تحت الأرض غير مكتشفة يعني الكلام اللي كان بيقوله وبيردده دائما دكتور فاروق البازي طبعا عن علم ودراسة مستفيدة في الجيولوجيا إن مصر أو الصحراء الغربية تحديدا يعني تحتها أنهار ده كلام مثبت علميا وبالأرقام اللي عندنا إحنا حفرنا 200 بير من المتين بير اللي عندنا وتم اختبارهم بالكامل فيه أبار منتجة لألف متر مكعب ساعة دي خمس أضعاف متوسط الأبار اللي موجودة في مصر لما عملنا الدراسات مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال وجدنا إنه بعد ستين سنة من الاستخدام المستمر وطبعا وطبقا لاشتراطات وزارة الرأي والكميات المحددة للاستخدام الانخفاض في المنسوب بالمياه في البير لا يتجاوز لـ 15 متر إحنا بنكون على بير عمقه الربعونية متر تقدر تقولي إنه إحنا على طبقة من المياه الجوفية المهم ما نقص نعرف نكتشفها نكتشفها وندرها ونستخدم طاقة رخيصة لرفع المياه دي وده يخليني أرجع للطريقة اللي إنتوا زرعين بيها إنتوا زرعين بطريقة حديثة بس المفروض إن إنتوا كنتوا المخطط لإستصلاح كان إستصلاح 30 ألف فدان في 2020 إستصلاحتوا 10 ألف فدان فقط؟ إستصلاحنا 60 ألف فدان 65 ألف فدان زرعنا 11 ألف فدان وسؤال حضرت مهم جدا من السهل جدا أنا أدخل أزرع مساحة كبيرة وبسرعة لكن حتواجهني مشاكل بعد كده التعامل مع النبات أنت بتعاملي مع كائن حي ليه ظروف وبتزرعي في ظروف غير الظروف البيئية الطبيعية لربنا خلقوا فيها الصحراء مش المفروض نكون فيها زرعة فالاختبارات والدراسات على التربة وعلى المياه وعلى نوعية البذور كمان مش أي بذور فيه أنواع مختلفة وكل الشركات البذور اللي في العالم بتتنافس في هذا المجال وكلهم على حق لكن أنا أقدر أختار أحسن بذرع فإحنا استنى اللي فاتت عملنا اختبارات على أكتر من 200 نوع من البذور علشان نقدر أن احنا ننتخب أفضل الأنواع اللي حتنمو في هذا المكان في هذه الظروف وتديني أعلى إنتاجي عشان مفشلش في الزراعة الصحراء فيه ناس بتنجح سنتين ثلاثة وبعدين يحصل لعنها دروب سريع جدا كتير من الشباب اللي راحوا للصحراء حصل لهم مشاكل لأنه غالبا لابد أن تكون شركات كبرى عشان تقدر تستثمر ولازم تستعين بالخبرات من كل مكان وتسمع لكل الناس وتجرب وأهم ناس تسمع منهم هم الجنان الناس اللي راحوا بإمكانيات بسيطة جدا وفعلا يعني زي ما بيقولوا عملوا غزو للصحراء وقدروا أنهم بإمكانيات بسيطة دي يطلعوا إنتاج ويستمروا في ظروف صعبة جدا خلي بالحضرتك أنه أغلبية الدول الكبرى اللي هي بتروج دايما للتجارة الحرة في مجال الزراعة تحديدا عاملة أشد أنواع الحماية الولايات المتحدة اتحاد الأوروبي روسيا عاملين حماية جديدة جدا وبيدي الحماية دي لمزارع بتاعه وبيطوره فطورة استيرادنا النهاردة اللي هي تساوي عشرة مليار دولار تقريبا من الأمح والدراء والزيوت وغيره والسكر دي كفيلة بتطوير أربع مليون فدان تخيالي حضرتك فطورة سنة واحدة ممكن تطور أربع مليون فدان ليه أنا اخترت رقم أربع مليون فدان لأن أربع مليون فدان ده يساوي الاكتفاء الذاتي من القمح يساوي الاكتفاء الذاتي من الضراء يساوي فائد في الزيوت اللي احنا بنستورد تقريبا 95% منها الرقم كبير الميا موجودة التربة التي من الممكن استصلحها لإنتاج هذه النباتات موجودة الشمس عندنا موجودة تقدر تديني طاقة بسعر رخيص جدا سعر الكيلو واط النهاردة من الشبكة القومية دي لو موجودة في المكان جنيه وعشر ساعة تقريبا سعر الطاقة الشمسية النهاردة باستثمارات كلها نقود جاية من الخارج يعني مش هتكون فيها عبق على الخزانة أو الأرصيدة اللي موجودة عندنا تديني 35 قرش كمستثمر ورجل صناعة يعني هل وجهتم عقبات؟ ده شيء طبيعي على فكرة كتير جدا طبعا احنا الرحلة بتاعة المشروع ده ابتدت في 2012 من 2012 وقعنا العقد مع الدولة لاستغلال هذه الأرض في 2018 ست سنين دول احنا بنعمل فيهم ايه؟ بنختار الأرض مفيش دراسات كافية كانت معمولة في الوقت ده على الأراضي فاحنا بنشوف الأرض دي فين؟ بندرسها بندرس المياه الجوفية طبيعة الجو اللي موجود فيها البنية التحتية اللي محتاجة توصلها عملة ازاي؟ التكنولوجيات اللي حيتم استخدامها في هذا المجال مش موجودة في مصر ومش موجودة غير في دول محدودة جدا ما كانش فيه عقد طورنا العقد ده بالتعاون مع حكومات يعني متتابعة ومتتالية ووزراء متتابعين ومتتالية يبقى عدتوا تبقى لكوا ده ايه يعني شغالي في المشروع ده؟ احنا يعني تنفيذ المشروع بدأ فعليا على الأرض في مايو 2019 استلمنا الأرض في مارس 2018 عملنا دراسات لا يبدو التفاوض ومن امتى؟ مع الدولة؟ ها مع الدولة اكتوبر 2012 من 2012؟ هذا المشروع كفكرة والتفاوض مع الدولة على الأرض من 2012؟ مظبوط لا كتير لا بس بقى ما لازم اقول الحياة لا كتير دي حياة دي الحياة مش مش بعتذر عن الدولة لكن خلينا اقولك انه بس طبعا كان فيه مشاكل وكان فيه وقتها 2012 ده وقت صعب جدا على مستقرة الدولة تقدرش تقول انه كان فيه دولة غير تدينة بعد 2014 شوية لكن تناسكت بقى 15-16 يعني على ما تدينة ده حقيقي بس انا عايز اقول لك ابتداء من 2015 احنا وجدنا يعني ايه تحول كبير يعني جهات كتيرة جدا رسمية كانت بتتعاون معنا لازم اقول الحياة ان جهاز الرقابة الادارية يعني كان قوي جدا وحدة دعم الاستثمار اشتغلت معنا على هذا الملف بشكل كبير جدا يعني رؤساء وزراء وزراء وغيره اشتغلوا معنا عشان نقدر نوصل للشكل المؤسسي خلينا نقول انه كان دايما بنسمع روحوا اشتغلوا ما حدش هقولك حاجة لا ماينفعش مشاريع بالحجم ده لازم تكون مبنية على اساس صلب من البداية تعاقد واضح التزام واضح من المستثمر والتزام واضح من الدولة يعني لو كانت لك نصيحة لتسهيل الاستثمار وانت مستثمر واحنا عايزين نجذب الاستثمار وانت رجل مصري تعمل طبعا مع اخرين ولكن رجل ايه النصيحة اللي تقولها يا جماعة عايزين نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة لتسهيل الاستثمار لجذب الاستثمار لازالة كل العقبات نقعد على ترابيزة واحدة ده اول حاجة ما نقعدش في غرف مغلقة يعني بيحصل كتير جدا انه سادا مسئولين وبنية صفية بيقعدوا مع بعض لأ حضرتك لازم تقعد مع المستثمرين ده واحد اتنين لازم تسمع من المستثمر هو عايز ايه ولازم زي ما هو بيطلب طلبات يكون عليه هو كمان التزامات واضحة احنا عندنا حاجات وثروات يعني الشمس من ضمنها في الاستغلال انا عشان اطور اربعة مليون فدان انا محتاج ان انا اربط الطاقة الشمسية دي على الشبكة القومية عشان تكون مخزن للطاقة عشان اعرف استردها في ساعات الليل ليه الكلام ده لان المحاصيل الحقلية زي الامح والضراء والبنجر بتحتاج رأي على مدار الساعة 24 ساعة فالشمس موجودة بالنهار بس ده يقدر يحللي يوفرلي في 40% من تكلفة المنتج 40% هي طاقة عشان ارفع المايا من العمق مية 120 متر 40% هي طاقة الطاقة دي انا ممكن اقللها التلتين فور بدل ما هي 2500-2600 جنيه مثلا للفدان في حدود كده في الزرعة الوحدة حصرف التلت فقط ده يخليني منافس الدول المطيرة اللي تكلفة الرأي فيها صفر صحيح لكن ما عندهاش تحكم في كمية المايا فبالتالي بتجري حضرتك انه الانتاجية الفدان عندها متذبذبة فيها احيانا خفاض احيانا ارتفاع احنا عندنا الجو عندنا بيسمح بزراعة اغلبية المحاصيل وبشكل جيد جدا النقطة الاخيرة انه الاستثمار في البنية التحتية هي مكلف جدا احنا علشان نقدر ان احنا ندخل الكهرباء بالحجم اللي احنا محتاجينه والغاز بالحجم اللي احنا محتاجينه اتكلفنا حوالي اتنين مليار جنيه دي استثمارات بتدفع فورا رخم كبير جدا لو الدولة قدرت انها تعمل ده وتوفره وتسترده على فترة بحيث انه يقدر يكون يعني يساعد المستثمر انه هو يركز في النشاط الاساسي بتاعه اخر حاجة التشريعات اللي هي تخص التحوط ويعني اللي هي بيسموها ازاي انزع المخاطرة نشاط الزراعي اللي احنا محتاجينه بشكل كبير جدا عالي المخاطرة علشان اقل المخاطرة دي لازم اعمل بورصات سلعية بورصات سلعية بعقود مستقبلية وده خليني اسألك على لجنة سوق السكر ايه لجنة سوق السكر دي وتدول الاسعار دي لجنة هي مشكلة بقرار وزاري هدفها هدفك رئيس هذه اللجنة مظبوط وطبعا في عضويتها يعني مجموعة من الافاضل وصناعة السكر وتجارة السكر في مصر دي هدفها دايما ان هي تنبه الدولة للارقام الحقيقية في الانتاج والمخزون والاستهلاك وتوقع اي مشاكل ممكن تحدث بسبب تقلبات الاسعار او نقص المخزون في السوق المحلي او بعض الممارسات اللي بتحدث في عملية التوزيه لانه الحقيقة دايما اللي بيكون مظلوم هو المزارع والمنتك عملية التجارة نفسها بيحصل فيها احيانا اختلال وده بيسبب مشاكل في الاسواق احيانا رد فعل الحكومة بيكون عنيف لتجنب المشاكل لكن بيكون ليه اثر سيء بعد كده فدور اللجنة دينا دايما تسلت الضوء على اي مشكلات متوقعة واتخذ التدابير المناسبة يعني لحلها فكرة البورصة السلعية هل البورصة السلعية ممكن تكون مفيدة يعني تكون لها تأثير على فكرة عصار السكر على كل السلع الحقيقة الاساسية وعايز اقول حرارك ان مصر كان عندها بورصة سلعية وفيها عقود مستقبلية يعني من سنة 1904 بورصة سكندرية اللي هي مشهورة بورصة القطن لكنها ما كانتش قطن فقط كانت بعض السلع الأخرى اهمية البورصة دي ايه؟ ان هي بتدي رؤية للمنتج والمستهلك على السعر مستقبلا فقبل ما يزرع هو عارف يقدر يبيع السلع بتاعته كام قبل ما يزرعها قبل ما يحطها يختار زي ما بيقولوا الدولة ممكن تكون لاعب في السلع في البورصة دي ممكن تكون مشتري تقدر تخش انها تشتري السلع اللي هي محتاجاها كمخزون الأمح على سبيل المصر بتنتج حوالي 9 مليون طن أمح وزارة التموين بتستلم منه 3 ومص مليون طن فقط الباقي بيباع في السوق وبيستهلك في السوق المحلي لكن لو هي عايزة تاخد كمية أكبر الفلاح يقدر انه هو يبيع المحصول بتاعه في البورصة والدولة تقدر انها تشتريه فده طبعا بيعمل كمان إزالة للمخاطر اللي بتواجه هذا النشاط وبالتالي تمويله والتمويل جزء أساسي من أي نشاط استثماري سواء كان صناعي أو تجاري أو خدمي أو زراعي أنا الحقيقة سعيدة جدا بهذا المشروع أتمنى انه هو يعني فعلا يحقق حريك بتقولي انه هنوصل 950 ألف طن للعام القادر بإذن الله يعني ان شاء الله نكون موجودين في الافتتاح ونصور ونبقى يعني نقول للناس انه هذا مشروع مهم على أرض مصر الصناعة مهمة جدا مش بس لأنها بتشغل ناس ولكن لأنها بتعمل ما يقال انه قيمة مضافة أدت فاليو بتسد فجوة في الاستهلاك بتمكن من التصدير وفي نفس الوقت الصناعة هي جزء مما نقول أنه القصاد الحقيقي مصانع قاعدة مش هاتماني رايحة وجاية دي قاعدة مستقرة بتشغل ناس جنبها زراعة في عملية ضخمة جدا فالحقيقة انه موضوع مهم ويعني احنا سعداء انه في استثمار في السكر نتمنى كمان يبقى في استثمار في الزيت وتمنى ان يبقى في استثمار في السلع الغذائية الأساسية اللي بمصر بتضطر هاريك قلتني فاتورة كم؟ 10 مليار دولار 10 مليار دولار بتنفق في هذا الأمر قبل ما أشكر حضرتك أستاذ إسلام الحقيقة أن أنا في نهاية هذه الحلقة لازم أبارك لأصدقائي فنانة حلاشيحة ويعني الفنان معز مسعود معز يعني صديق أيضا فأنا أبارك لهم هما الاتنين النهاردة كان كتب كتاب حلو ومعز وحنوريكم أول صورة من كتب الكتاب بين حلو وولدها الفنان التشكيلي الكبير أستاذ أحمد شيحة ببارك لحلو وببارك لمعز دي أول صورة من عقد قران معز وحلو معز يعني متعدد المواهب وأنا عارفة دلوقتي أنه هو بقى عنده كمان بيقلف أغاني وعنده أفكار وبيقامل برامج حلقة بقى صديقتنا الفنانة الجميلة الممثلة الصديقة جدا ومعايا على الهاتف الفنان التشكيلي أستاذ أحمد شيحة مساء الخير يا أستاذ أحمد مساء الفل يا شفت الكل يعني مبروك مبروك ويعني أنت بو العروسة بقى الله يباركيكي ألف مبروك قل لي الحقيقة هو نظرا للظروف اللي بتمر ديها الثلاثة من كورونا وخلافه وبعض الأشياء الأخرى لبعض زملائنا وأصدقائنا الأحباء اللي حصلت لهم بعض يعني فما حبينا نخلي الحكاية وسرية جدا جدا يعني أسرتي وأسرة الأستاذ معز وتم بحمد الله عاخت القران وأنا أتمنى لهم كل خير وكل سعادة وبالتوفيق الدائم إن شاء الله أنا مشكور جدا لا أزاي أنت عارف أنتو كأسرة أعزاء علي أزاي وحلا حبيبتي ومعز كمان صديق وحضرتك طبعا ليك معزة والبنات كلهم قول لي بس قلت إيه المعز لما جاي أخطب بنتك قلت له حلا يعني أغلى الناس عندي وحلا يعني حاجة جديرة ومهمة جدا نحتاجها يعني حاجة يكون حقيقي بيحبها وحقيقي هيحافظ عليها ويقف جنبها الحقيقة هو إنسان يعني أولا على خلق عالي جدا وشخص يعني محترم للغاية وفي نفس الوقت هو فنان ومبدأ يعني عنده إبداع في عدة مجالات المواحب ظهرت مؤخرا بتاعت مؤز أيوة أنا أتمنانه بكل خير إن شاء الله ووصت حلب إيه يا أستاذ شيح؟ ووصتها إنه هي تقف جنبه وتقف مع فنها وتحافظ عليه ومتعملش إلا الأدوار اللي يجب إن هي تقدمها للناس وهو نفس الحكاية بيقول لي إن شاء الله حالة ومتعملت إلا كل اللي هي بتتملناها من عمل فني ومن قيمة فنية لبلدها ونكتب أنا موزك لفتيات مصر اللي هي بتحبه وفقت على طول بقى كده ولا بصراحة قعدت عملت له إنفستيجيشن طويل بقى أنا مش عايزة تديها لأي حالة أيوة ما أنا قلت برضو مش هتفرد في حالة كده أستاذ شيح؟ أه لا معز بقى يعني الحقيقة يعني بأخلاقه بأدبه بذوقه وصبره وإلى آخره كان صحفة هذه الموافقة يعني ربنا يا ربي وفقهم وبرك لنا الحالة والمعز ونتمنى لهم كل توفيق وكل سعادة وهم طبعا كان فيه كتمان على القصة دي بس أنا طبعا فهمة إنه يعني إيه الناس بتحب حتى تقضى الأمور يعني فطبعا شيء برضو جميل وربنا يخليك ليهم أبو البنات وده كله ده يعني يزود الخير بقى ويعني ابن جديد في أسرتك إن شاء الله إن شاء الله هو فعلا زي ابن إن شاء الله ألف مبروك فنانة أحمد شيحة فنانة تشكيلي أحمد شيحة ابن أبو العروسة اتأثرت بقى وإنت بتكتب الكتاب النهار ده جدا 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 والله يعني حقيقي أنا عارفة طبعا إما البنات كلهم يعني عزيزات عليك وإنت خير ما ربيت وربنا يعني يسعدهم جميعا بشكرك شكرا جزيلا فنانة أحمد شيحة وببارك للفنانة حلى شيحة الأصدقائي فنانة حلى شيحة والفنان معز مسعود ومعز يعني بيكتبه وبيألف وعنده أفكار وعنده ومنتج ويعني الحقيقة عنده عدد من المواهب منتظرين مواهب أكتر يا معز وإن شاء الله يا رب يعني سعادة وتمنى من الناس إنها دايما تتمنى السعادة لما تشوف قصة حب أو تشوف قصة توافق بين الناس إنها تتمنى لهم السعادة وتتمنى لهم التوفيق ما تقودش بقى تقطع فيهم وتقولك كذا وكذا تمنوا للناس الحب والسعادة وخلوا قلوبنا ضيضة وخلونا دايما نبقى سعداء لسعادة الآخرين أستاذ إسلام سالم أنا بشكرك بحييك بشكر كل القائمين على هذا المشروع وأتمنى له كل توفيق بإذن الله وبشكركم أعزائي المشاهدين نهاردة برغم الهزيمة كان يوم أهلاوي بامتياز إحنا بنقف وراء فريقنا أي مكان تشوفيني لابس أحمر النهاردة ونقف وراء فريقنا أي مكان تلتة الشمال إحنا طول الوقت وراء الأهلي بشكركم وبحييكم نتقابل بكرة بإذن الله حلقة خاصة عن فنان عزة العليلي رحمه الله هدي لمس الحديث وحييكم اسبه الله حيط